مرحبا الحلقة اليوم عن الاكتئاب لذلك اذا انت معك مشكلة بالاكتئاب او في عندك اي فكرة عن الانتحار فبتخيل انه لازم تشوف الروابط اللي حطت لك ياها بالوصف ممكن تقدر تساعدك بهذه الحلقة عايشة حكيت بكل صراحة عن تجربتها مع الاكتئاب اللي عاشتها واللي هي عم تعيشها حاليا فلذلك نفس نفس عميق واذا حاببت اسمع الحلقة بتمنى لك كل قوي مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من عربي الماني انا عامر وبصراحة الحلقة اليوم فكرت باكتر مقدمة كيف لازم قدمها ولكن بعد تفكير طويل ما قدرت تلاقي ولا مقدمة ممكن تشرح هذا الموضوع بشكل جيد ضيفتي اليوم هي ضيفة قديمة كانت من قوائل ضيوف اللي استطفتهم ببودكاست عربي الماني وحكيتنا عن قصتها اللي فيها تشويق بتشويق وإثارة بلا حدود كيف سافرت على أكتر من سبع أو ثمان دول لحتى تشئ طريق التهريب تبعها وتوصل على ألمانيا من تركيا لألمانيا من يعني بقصة كتير غريبة ومشوقة لحتى ترككم الرابط تابعها بالوصف إذا حابين تسمعوها خليني بلش مباشرة واسأله عائشة كيفك؟ عربي ألماني بودكاست لكل شخص بحب اللغة العربية والألمانية أهلين عامر الحمد لله تمام أنت كيفك؟ أنا منيح بس أنا سؤالي لقلك أنت يعني جد كيفك؟ يعني هاد السؤال اللي نحن نسأله كيفك وكيفك نسأله دائما مع الأسف هيك بطريقة سطحية بدون ما نعنيه عن جد يعني عن جد بعنيه لهذا السؤال وبسألك كيفك شو بتقليلي أكتر من الحمد لله منيحة؟ بقلك تعباني بقلك يعني عايشة ومو عايشة الحمد لله طبعا هو بالنهاية أكيد الحمد لله على كل حال وطبعا مثل ما قلت سؤال كيفك ساير سؤال روتيني يعني نحن بنسأله وحتى بتحسنا مناطرين الإجابة يعني مناطرين نسمعه أو خلص الإجابة بتجينا بشكل أوتوماتيكي هل بدأ إلي الحمد لله بخير ماشي الحال وخاصة القصة مننتقد غري على السؤال اللي بعده وللأسف كمان في ناس ما كتير بيعنيه كيفك أو كيفك رفتش رون فتستأله هيك يعني من باب أنه هذا بداية فتح الحديث أظن اليوم عن هالموضوع هذا حلقتنا تماما مية بالمية ويعني أنا تأصلت أسألك يالله هذا السؤال كرمال بطريقة أو بأخرى بطريقة مباشرة وبغير مباشرة أنه حاول خلي الناس تفكر وقت تسأل كيفك أو كيفك أنه ممكن شوي تعنيها أو تعطي طاقة زيادة لهذا السؤال كرمال واحد يفكر عن جد وقت يسأل كيفك أو كيفك يفكر أنه عن جد هو منيح عن جد هو لازم يقول الحمد لله ماشي الحال ولا لازم يحكي كمان كيفه عن جد وكيف حالته النفسية هلأ ما فيك تحكي يعني ما بينحكي بصراحة لمن ما نكون لأي عابر طريقة تقول له فعلا أنت كيفك أو لألي حدا أنت حتى الواحد بيقول يعني بينما أنا إذا حكيت له شو بدي استفيد شو رح يعمل لي يعني شو إلا قيمة أنا إذا قلت له لأهذا الشخص ولا تعبان وهالدنيا مثلا طاحنتني أنا عمعاني أنا بفترة سيئة بحياتي يعني قديش حيتفاعل معي وقديش حيكون شو حيكون هيكون بارد هل حيتفاعل فعلا أخذني عم أحمل الجد أو مثلا لا هو حيعطيني مثل ما بيقولوا يعطيني مثل مثل اللي عم يرمي طابة برجح ذاك يصد يقول له والله أنا كمان تعبان والحالة سيئة والله كلنا مو مرتاحين يعني عرفت علي فالواحد بيختصر على حاله وبصير يقول له الحمد لله عايشين مشان يختصر هالرد والصد هذي يمكن يزيد حتى منطين بلي أحيانا عايشة خبريني هل الشخص اللي بيروح لعن طبيب نفسي مجنون صراحة سؤالك وضحك حسيت صراحة سؤال يعني حدا قديم عم يسأل لي أو ولد صغير عم يسألني وفعلا هذا الشي حكتير منعاني منه إنه الشخص اللي بيروح عن طبيب نفسي هو شخص معناها سلامتك معناها هذا الشخص طق في وزعته شخص مجنون بغض نظر عن إنه يمكن بالفترة الأخيرة أو بالأون الأخيرة صار فيه شوية وعي على الموضوع بسبب السوشال ميديا وبسبب الأفلام وبسبب المسلسلات يعني شوية عم يزيد الوعي إنه فعلا فيه شي اسمه شخص بيروح عن طبيب نفسي هو معلوم مجنون مو بالضرورة يكون مجنون ولكن الفكر الغالب لما بيسمعك الناس إنك أنت رايح عن طبيب نفسي وإنك تزور طبيب نفسي معناها أنت شخص عم تعلن جنانك رسميا أنا رسميا صرت مجنون طبعا لا الطبيب النفسي هو مثل الطبيب الجسدي مثل طبيب الأسنان مثل طبيب الأعصاب مثل طبيب الهضمية هو طبيب له اختصاص مختص بجزء كبير من الحالة البشرية نحن البشر نفس روح وجسد نحن عبارة عن تركيبة ما بين الروح والجسد مثل الجسد يمرض ويضعف وتضعف مناعته ويمرق كثير نحن جسدنا مو من وقت ما ولدنا لو وقت ما سنموت سيكون بحالة شتبيل يعني سيكون بحالة واحدة مرات بتكون مريض مرات تكون عندك وعكة مرات بسيبك قريب أنت مرات تفقد مناعتك نفس الشي الروح الروح كمان تمرض تعاني تفقد مناعته أحيانا ترهق ففي طبيب لازم يكون في طبيب يساعدك على استرداد صحتك النفسية وهو هذا المفهوم الصحة النفسية الصحة النفسية مو معناها أنت مجنون أو معناها أنت شخص مو بعقلك أو شخص أنت انسحب منك موضوع والله أنت شخص ما لك مستوعب شعن تساوي لا أنت مستوعب شعن تساوي أمورك بخير وعم تقوم بمهامك اليومية ولكن روحك تعبانة روحك مريضة الروح المريضة حل الوحيد طبعا أو الحل الاحترافي الوحيد أن نروح نرجع لأخصائي يساعدنا على حل على أنه فعلا تسترد عافيته فلا الطبيب النفسي مو طبيب مجانين هذا التعبير كثير خاطئ عائشة في كثير من الناس تسمعنا باعتبارا أننا نحن نحكي بالعربي وأنت وأنا موجودين بألمانيا ببلد يعني ينتمي للعالم الأول خلينا نقول إذا بدنا نصنف الدول كلها كعالم أول عالم ثاني وعالم ثالث بالتطور بالاقتصاد بكل المجالات وإذا بيسمعنا حدا موجود مثلا ببلد عربي بغض النظر عن التسمية يعني بعينها أغلب البلاد العربية تنتمي للعالم الثالث وبالأماكن اللي أحيانا الكهرباء لا توجد ماء صالح على الشرب لا توجد وعم يسمعنا وعم يقول هادون عم يشكوا عم يشكوا من الاكتئاب أو من النفسية التعبانة شو بدنا نحكي نحنا اللي بيشوف هاي المقولة اللي بيقولوها اللي بيشوف مصيبة غيره بتهون عليه مصيبته انتي ما بيحق لك تكوني مكتئبة شو شو بتفكري هو تسمعي هايك شي بصراحة هذا الكلام كثير غير واقعي لأنه مو معناها إذا شخص قرب أوه هذا قرب معناها لازم ما يقرب أنا مثلا أنا مثلا شخص مثلا ممغوص والله هذا الشخص ممغوص لأنه مو معناق أنه مع اختلاف الأسباب المرض واحد مع اختلاف الظروف المرض واحد يعني أنا صح اللي بعالمنا العربي وهلأ خصوصي المتواجدين بسوريا وغيره عم يمرقوا طبعا بفترة صعبة جدا وعم يعانوا معاناة يمكن ما في بلد بالعالم هلأ بتعانية بهذا الكوكب مثل ما عم تعاني سوريا خصوصي من قلة المقويمات الحياة بس في شي ما قلو دخل أبدا بالحالة النفسية لإلك شغلة مثال لما بيموت شخص لما مثلا شخص بالعالة بيموت مين بتلاقي أكتر شي بتأثر بيموتو أهله اللي حواليه والمجتمع الكامل ولا الشخص اللي بيعنيله قاعد لحاله مثلا برا بأوروبا أو ساكن لحاله هدول عندهم بيئة اجتماعية عم تحاول تخفف وقع الصدمة على نفسهم رفتشلون وهاد ما عنده هاد ما عنده حدا يساعده فهاد قاعد بالصدمة فات فيها وطلع منها باكتئاب صار معه اكتئاب رغم انه هاد عايش وعنده انترنت وكهربة ومي وكشي بس هاد يفتقد لشي اسمه الصحة النفسية ما عنده صحة نفسية صحيحة ما عنده عنده فيه بيئته فيه مرض نفسي فيه شي أدى للمرض النفسي فمشرت أبدا الظروف البلد تقل لك او تحكم عليك اذا انت بيحق لك تمرض نفسيا ولا لا مو شرط أبدا هي تجارب اولا هي اجسام فيه متل ما احنا عندنا مناعة جسدية احنا عندنا مناعة كمان صحية فيه ناس ما بتعيش كل حياته بيسيب الصدمات بحياته ما بيسيبه مرض الاكتئاب مو معناها انه هي ما صار معها شغلات تقدير الاكتئاب وانما هي عنده بجوز مناعة تمام هي عنده طبيعة معينة نفس الشي مثل تمام مثل الجسم ممكن انا وياك نكون قاعدين بغرفة فيه شخص عنده مثلا او عنده قريب انت تمرض وانا ما امرض بقى اننا كنا قاعدين بنفس البيئة بس مناعة جسمك غير مناعة جسم تماما النفسية نفس الحكي تماما ما بتفرق يعني انا توصلت معك من تقريبا اربع وخمس شهور كرمال انه نعمل هاي الحلقة اللي هلا نحنا عم نعملها وانتي كان عندك الرغبة تعمل هاي الحلقة وكنت عم تمر بحالة اكتئاب ونحنا اتفقنا انه انتي حابت تحكي كمان بصراحة عن هذا الشي نحنا مانا حابين نحكي عن الموضوع والنظر واننا حابين نحكي عن عن حالة عائشة نفسها وتاخدينها معك انتي بخصوص بخصوصيتك يعني الشخصية وبحالتك النفسية اللي انتي بتعيشيها فعائشة شو يعني اكتئاب بالنسبة لك كتير من الناس بتسمع هاي الكلمة انه هذا مكتئب ولكن مثل ما انتي قبل شوي قلتي في حالات مختلفة كل حالة بتختلف عن التاني صحيح طيب شو هو الاكتئاب بالنسبة لك عائشة شلوم بتعيشي وشلوم بتشعري فيه هلا أنا نشرت قبل عن هاي التجربة عاليوتيوب بوقتها حتى عملت حلقة مع البي دي أير عن الاكتئاب النفسي او عن مرض الاكتئاب يعني ديبريشن هانز هلا انا من ظغري بعاني من مرض الاكتئاب صراحة من ظغري من وقت ما طبعا مرض ماما وما مضرت مريضة بالسرطان 8 سنين وانا كنت كطفل على احتكاك مع المريض والمريض هذا مو حدا غريب هو ماما وكنت شوف دائما حالتها النفسية وتعبها بعد الجرعات الكيميائية واستمر هذا الشي لـ 8 سنين هذا الشي كتير أثر على نفسيتي كتير أثر على مناعتي النفسية صرت طفل مكتئب يعني أنا مرقت بمرحلة الاكتئاب كطفولة بالطفولة كان يجيني أوقات الهلا يعني ما بنسى بعد ما تصير الساعة ستة المساء أنا أمفجر بك أعود أبكي بس أعود أبكي يا ماما شو حكينا ما حكيتو شي طيب مين زع عليك ما حدا زع عليك طيب ليش عم تبكي مع بعري متضايقة كان بعد غياب الشمس بالضبط يعني حتى ماما صارت تراقب كانت ماما يعني شخص ذكي وبدأ يعالج القصة فصارت تراقب أنا إمتى عم فوت بهالقصة إمتى عم تجيني نوبة هالبكهات فهي عم تلاحظ أنه بعد غياب الشمس معناها عائشة معناها عندها مشكلة مع الظلام عم تعاني من فكرة مع الظلام عم يجي خواتر أو عم يجي شي أو أفكار معينة بنتي بعد غياب الشمس عم تفوت بهالحالة منها تعي ماما إليلي أنت ليش عم تخافي بهذا الوقت أنت شو عم يجي كي أفكار بهذا الوقت ماما بهذه الفترة ماما عالجتني صراحة ماما وقت اللي عالجتني ماما تفهمتني أولا أخذت الحالة على محمل الجد أنه أنا بنتي عم يصير معها حالة معينة بنتي ما عمت مستيل ولا عم تدلال ولا عم تعمل هيك لترفات نظار بنتي عن جد عندها مشكلة طيب أنا حأخذها عن الطبيب بوقتها هذا الحكي كان 2008 أو 2007 يعني هذا الحكي كان قديم حتى قديم على موضوع مفاهيم الطبيب النفسي ماما حبت أنه هي اللي تتولى القصة تعالجة بطريقتها وفعلا تساعدت هي وقتها جوز عندي كان زوج خالتي الله يرحم هو كان صيدلاني وكان حاول يتبنى القصة مع ماما ويتساعد مع بعض حتى نطلع من الحال الاكتئاب اللي بعدين ما رأت فيه هو اكتئاب مع بعض الصدمة بيقولوله بعد وفاة ماما وبعد غربتي وبعد وفاة بابا صار عندي اكتئاب مع بعض الصدمة هذا كثير من الناس بتفوت فيه بدون ما تحس أحيانا هو بيصير معه شغله أو بيصير معه حدث أو مشكلة كبيرة بحياته بيكتشف انه هو بعد هالمشكلة هو بيكي وعمل وساوى بس بعدين هو فات هو تغير شخصيته هو صار بحب العزلة ما عاد يحب كتير يعود مع الناس ياخدوا يعطي معون صار شخص بينام كتير بيهرب بالنون كأنه عم يهرب بس هو فعلا بينام يعني هو عنده استعداد هلأ انت محطيته بالتخط ينام يروح نايم وما يفي وإذا بدي فيه يفي كتير بيتقل وصعوبة يعني بتقل يتحرك من التخط ما عاد بيحب الضو بيصير بيحاول قدر ما يمكن بديه ظلام يعني حتى بيعز بيوضح النهار هو بدي يسكر الستائر على حاله إما بتزيد شهيتك كتير على الأكل يبصير عندك أكل مفرد وحتى أكل سيئ يعني عادات صحية سيئة الأكل بالليل وأكل السكريات والجنك فود وهالقصص هاي وتزيد حتى عندك أكل الشوكولات خصوصي عند البنات كتير بيمروا لأكل السكريات أو بيصير عندك صدقة بلية تماما ما عاد تقدر أبدا تأكل يعني المي بالزور بتفوته على جسمك وأنا صراحة يعني بما أني اكتقبت فترة يعني في فترة اكتئاب وهلأ عم بمرؤ كمان للأسف في فترة اكتئاب فشفت التنتين يعني عشت الحالتين حالة الأكل المفرط والشهية المفرطة جدا وحالة أني أنا حتى المي ما قدر شربه وما عندي أي شعور بالجوع وبصير عندك نوع من السوداوية رغب أنه أنت ما لك شخص هيك يعني أنت ما لك شخص سوداوي يعني أنت بالعكس أنت شخص متفائل ماشي بخطة بحياتك بس أجتك وعكة صحية نفسية أثرت عليك فصارت أفكارك باللا شعور هي أفكار سودا يعني أنت دائما بتفكر يعني أنت دائما بتفكر بالفشل بتفكر دائما أنا هلأ إذا أمت ولبست طب أوكي بيقولوا أنه الواحد بس يشم هوا ويطلع من البيت بتغير نفسيته هلأ أنا لحقوم ألبس ورح تمطر الدنيا ورح لقي فلان بالطريق ويمكن للإصطف فلانة بالطريق ما بديش بطلت رغم أنه الشخص العادي أو الشخص الطبيعي ما حيفكر هيك رح يحمل حاله ويطلع خلص لكن مريض الاكتئاب بيمرق عن جد بأعراض مثله مثل أي مريض عادي مثله مثل أي مريض بيعاني من أي مرض معين مرض الاكتئاب له كتير أعراض وتقريبا يعني هي أعراض وحدك يعني كل ناس كل إذا بتسأل أي شخص مكتئب بيقول لك أنا تعرضت أو عانيت منها الأعراض هاي الواحد أو اتنين منهم بشكل كتير قوي وأكتر الشغلات لتلك هي الأكل وبالتالي طبعا لما الإنسان بيكتئب وبتتغير وبتصير عنده عادات سيئة أو بيفقد عاداته الصحية بيصير حتى الحركة كتير تقيلة عليه بيقول لك بستن طيب مكتئب ومتدايب روح لعاب رياضة يا أخي روح حرك جسمك هو بالزرعة مشت حاله من اتخذ شنط يقوم يحرك جسمه ويعمل عملية رياضة كاملة وهو يمكن جلي كاسة عليه إذا جلاه وهو بيالحالة بيعتبر حاله إنجاز هو ما عم يمثل وما عم يتصنع هالشي هاي حقيقة أنت بتفقد طاقتك تماما تفقد حتى دوافعك يعني حتى الدوافع اللي بتأيمك من التخط وبتأيمك لتشتغل ولا تعمل بتفقدها أنت بتفقدها فجأة عائشة وقت سألتك قبل أسبوع مشان لحظة نحضر للحلقة أنت هيك قلتي لي إنه عمير أنا ما بعرف يعني إذا أنا عن جد تحبي أعمل حلقة لأنه يعني أنا ما لي بوضع أني أقدر حفز الناس أنه نعملوا أي شيء يعني أنا ما لي ما لي بهذا الإشراق والإيجابية حاليا النفسية لحتى أقدر أقدر وجه رسالة إيجابية للأشخاص بتذكرني أنا قلت لك يعني ما بعرف إذا يعني لازم الواحد دائما نكون إيجابي لازم يكون الواحد دائما وخاصة إذا كان موجود على مواقع التواصل الاجتماعي وعنده وعنده آآ ناس بقدر يوصل لهم أنه لازم يكون دائما هذا الشخص اللي آآ عمي عميعت الطاقة الإيجابية آآ برأيك برأيك هذا الشي هذا الشي أثر كمان على عائلية الأشخاص آآ غالبية الأشخاص اللي موجودين على مواقع التواصل الاجتماعي إنه إذا أنت شخص موجود على مواقع التواصل الاجتماعي وعندك عندك أعداد كبيرة من الناس كمؤثر لازم تكون أنت دائما شخص إيجابي هل هذا الشي كمان بيعطي ضغط زيادة على الشخص اللي عنده اكتئاب؟ هلأ إيمك عن السوشال ميديا هذا الشي بيضغطه حتى مع أهل بيته أحيانا أهل البيت ما بيتفاعلوا مع المكتئب أو بيتعاملوا معه على أنه هذا عم يدلل هذا يلا يومين بيتحسن يلا أويح علىك ما في شي محريز يا زنمين الدنيا ماضية وككلنا وننموت هون بتبلش عن جد المشكلة هون بيبلش شي اسمه كبت كبت هو شو بتصير هو متضايق هو مريض مثل يعمين زوف بس بيمسك جرحو بيمسكوا هيك بديعيش طبيعي ليش؟ لأن الناس اللي حواليه مو مقامنين إنه هذا الجرح حقيقي أنا فعلا أنا فعلا مريض يا جماعة أنا فعلا عندي مشكلة أنا بحاجة للمساعدة أنا عم بمر بظرف حقيقي وموجود تبليش بصراحة من أهل البيت لما الزوج إذا كان حين زوج وزوجة إذا الزوج ما تفاعل مع اكتئاب زوجته أو ما قام على محمل جادة هذا الشي كتير بفاقم إذا الأم ما تفاعلت مع اكتئاب ولادة هذا الشي كتير بفاقم بيزيد بالعكس إذا أنت كان من ناحية إذا أنت من منطلق والله هذا المكتئاب أنا إذا بالعكس بدي أوي أنا ما بدي يجي مع ضعفه فأنا بسير بحاول شو ساوي يستخف من مشكلته فهذا الشي بيضغطه زيادة هذا الشي بيحسسه بعدم القيمة هو من غير شيء لما الإنسان بيكتئب من غير شيء بيفقد قيمته يعني هو بعيون حاله بيفقد قيمته بيحس بأنه بالعكس أنا بدي حدا يرجع لي إمتي يرجع لي هذا الشعور يرجع لي الحياة لقلبي لجواتي فإذا تكون أنت معه بي بدك تساعده بدك تكون معه بي علاقة شلون دي لك شدوا رخي مرات تحسسه أنه هو قوي يؤدى ومرات لأ تحتضنه بضعفه بضعفه وإنت تقوله أنا معك أنا مستدقى رح نتجاوز هذا الشي تحاول تفهمه أنه أنت اللي عم تمرأ فيه مستهل هذا اللي عم تمرأ فيه حقيقي فهذا من البيت السوشال ميديا بتعملك طبعا ضغط ليش؟ لأنه أنا مستدقى بتطلع أنا يعمل مثلا حاصفه ستوريات كنت مستدقى بدي فش فيه خلي أو بدي هيك بدي أحالا بتمنى على فكرة أفتح كاميرا وأبكي أبكي هيك يمكن الناس اللي هاي شو عم تعمل هاي هاي مجنونة شو عم تعمل بس فيه شي جواتي بدي يطلع الشي اللي بيخليني طبعا إنه أحذف هالشي وإني ما أعمله أولا يمكن أنا كعائشة بتعامل مع الاكتئاب غير مع عامر يتعامل مع الاكتئاب تمام؟ أنا بتعامل مع حالتي وأنا بفهم حالي وبعرف يمكن عالج نفسي غير مع عامر يفهم حاله ويعالج نفسه فأول شي بيخليني ما أعمل هالشغلة لأنه أنا كعائشة ما حأفتح يعني هالحركة ما حتريحني تمام؟ يعني أنا بالنسبة لي ما رح تريحني بس كمان شغلة تانية شو بقول؟ قول هلأ هاي الستوري بدي يشوفها يمكن ألف شخص تمام؟ هلأ ألف شخص اليوم إذا كانوا مباشين يوم من الطريقة منيحة بعد هالستوري يمكن أنا فتح عليهم مواجع يمكن أنا أكئبون يمكن أنا أعطيهم طاقة سلبية صح أنا مو دائما لازم كون إيجابية بس بحاول إذا ما كنت أدراني يكون إيجابية ما كون موجودة أساسا يعني ما أعمل شي ما كون سلبية عرفتش لون؟ بحاول هالشي هاد الشي طبعا بشكل ضغط لكن أنا كعائشة وكطريقة تعاوني مع الاكتئاب ما بشكل الضغط عليه ليش أنا بعرف منافس تانية بعرف مخارج تانية لإلي بعيدا عن السوشال ميديا بالعكس أنا أحيانا وتبكون كتير متضايقة وحاست حالي مخنوقة دنزل حيانا الستوري فيها بوكس الأسئلة تعوح عكوني تعوحوا ندردش سألوني شي سؤال تأكد أنه كوليس هاي الستوري دائما بيكون قبلة أنا بكيانة ومتضايقة ومكسورة ومجروحة بحس حالي يمكن كمان لأنه أنا هلأ بعيش لحالي أنا وحيدة يعني بمعيشتي لونلي فكمان هذا الشي بأثر أنه أحيانا بس بدي أسمع أصوات تانية بدي أسمع كلمات تانية غير هاي الكلمات اللي براسي طب كيف بدي أسمعها بيستغل السوشال ميديا بيستغل المنصة تابعي بس بدون ما أنا دايق أحده بدون ما أنا وصر هالشي لأحده اللي بعمل أنا بنزل هالبوكس وحيانا بكتب يلا درج شماعي يلا سألوني سؤال هاي الأسئلة أو أحيانا بتجيني كتير بصراحة كلمات وإنا محتاجتها بس اللي كاتبها مو عرفة أنه أنا بحاجتها بسمعها بسمعها وعجل أكون بحاجتها مثل أنه يا الله يا عائشة نحنا كتير منحبك يا الله مثلا يا عائشة أنت مثلا ألطف شخص أنا تابعته على الإنستغرام شايف هاي العبارات هاي عبارات كيف بتخفف من وجعي بدون ما الشخص يعرف وأنا لغم بتشكره بقل له أنت هلأ قلتلي عبارة أنا كتير بحاجتها فالسوشال ميديا هي مثل ما نحن يعني هي انعكاس إليك يعني أنت شلون بتتعامل معه أنت هيك عرفت شلون أنا ما بكون عم مستلة أنا وقت بطلعوا بقولك أنا عامر ما بديكون غير إيجابية مو لأنه أنا عم مستل بغيطاء إيجابي بس لأنه أنا عرفاني حالي شلون بديكون إيجابية وشلون بديكون سلبية ويدون كمان ما كون يعني شخص عم يزيد الطين بلي عرفت شلون يعني أنت يعني أنت عم تقولي بأتبار أنه أنت عندك عدد كبير من الناس اللي ممكن تحكي معهم إذا أنت عن جد مليتي وكنت قادة لحالك وتعباني نفسيا وصاروا يجيوكي رسائل المدح خلينا نقول للنفس البشرية بتحتاجها كرمال لحتى تقدر تشحن طاقة طاقة جديدة طاقة إيجابية أو تضغط الطاقة السلبية اللي عندها وتمحيها ولكن أنت برأيك يعني شلون ممكن شخص تاني تخيلي معي شخص تاني مثل عائشة ولكن ما عنده هاي المساحة ما عنده هاي النافذة اللي من خلاله ممكن ياخد نفس يعني يطلع عليها وياخد نفس هيك كبير ويريح صدره فيها شو شو لازم يعمل أنت برأيك هذا الشخص اللي عنده الاكتئاب ولكن ما عنده المطرح حلال الأسف مرض الاكتئاب كمان من الشغلات اللي بيعملها بيخليك ما تتواصل يعني بيخليك شخص شوي انعزالي حتى عن أصدقائك اللي أنت بتحبون وبيخليك كمان شخص تفقد شغفك يعني مثلا أنا مثلا بحب التصوير بحب أمسك كاميرتي وصور فرغ طاقة بس أنا صدقني عامل ويكون مكتئبة بيكون يعني بيحدد القصة أو بيكون الحالة بأوجة حتى كاميرتي ما قدر تطلع عليها ما بقدر بفقد حتى أكتر شي بيريحني يعني أنا كأنا بكوضع طبيعي وأتعصب أو أدايا بشكل عادي بروح على الكاميرا بصور بعمل شي وبرتاح لكن أنا بحقلة بكون مكتئبة بكون هذا الوضع عن جد جدي أنا عم بمرق بفترة اكتئاب حاد وبالمناسبة أنا عم بمرق فعلا بفترة اكتئاب حاد حتى هذا الشغف بفقده فأنت عم تقلي طيب المكتئب وين دي روح شو النافذة تبعه النافذة تبعه هو المحيط لكن المحيط وقت فعلا يكون حاسس فيه يعني أنت ما رح يريحوك بصراحة رفقاتك اللي رح يدو يتمسخروا عدموهاك ورح يريحوك رفقاتك اللي وقت بيسألوك بيسألوك كيفك رفع عتاب وبتصير الموضوع معه انسباء مين هو عم يعاني أكتر تمام ما رح يريحوك صراحة كل إنسان فينا مثل ما قدتلك بيتعامل مع اكتئابه بطريقة فينا صار أسف ما بتتعامل تفقد بوصلته على الأخير فعلا بتفقد البوصلة يعني ما عاد بتعرف أي اتجاه هذا الشخص بحاجة ماسة لطبيب نفسي بحاجة لطبيب نفسي لأن الطبيب النفسي هو بطريقة احترافية بيرجع بيرجع لك البوصلة طبعا طبيبك ما ننصح ما نروح لعند أي طبيب في أطباء أنا شفتهم بعيني ما بيتطلعوا عليك ولا بيحكوا معك بيكتبولك بس دغري الراشية للدواء عن جد متعبة جدا 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 هي بتريح بس بتعب بتعب جسديا أنا كتير عانيت صراحة منها يعني أنا هلأ حتى أنا هلأ رجعت روح عن طبيب نفسي ولما رجعت لعنده وقال لي بدي أكتب لك دواء قلت له الرجاء لا تكتب لي دواء قلت له أن ما بدي دواء قلت له أني أطلع من هاي الحالة هالمرة بدون دواء جربت الدواء تعبت ارتحت أنا عم تعافيت وقتها من الاكتئاب بس تعبت تعبت صحتي تعبت صار عندي تعلق بالدواء رغم أنه ما بيعمل إدمان ولكن بيعمل نوع من التوازن بالجسم فلما أنت بتقطعه بطريقة غلط أو بطريقة أنت بتحسه عم يطلع من جسمك شعورك أن هذا الدواء عم يطلع من جسمك شعور كتير سيء صراحة وبيسبب لك اختلال بالتوازن فالدواء هو شيء منيح يعني وقت الدكتور بيقول لك لازم تاخد دواء يعني أنت عن جد لازم تاخد دواء لا تكابر على الدكتور وإذا أنت متأكد فعلا من الدكتور لا تكابر عليه فعلا خذ دواء وخذه بالطريقة اللي هو بيقلك عليها وحتى قدك تقطعه لازم تقوله أنا هلا بدي قطع الدواء شو أعمل هو وقته بينزدلك من جرعاتك تمام اللي بالقصد أنه النافذة للمكتئب مختلفة من شخص لشخص عامر كتير مختلفة مختلفة لأنه هي اختلاف ارسام وطبيعة وبيئة وغيره بس إذا كان عندك أصدقاء فعلا أنت بترتاح بالقعدة معون لو هنين شو ما بدي قللك لو هنين ما عم يحكوا عن اكتئابك أو عم يستعدوك بطريقة مباشرة ولكن أنت لحد الآن عم ترتاح بالقعدة معون ضل روح وعود معون جر حالك وعود معون حتى لو أنا بعرف ليش عم قللك جر حالك لأنه هي عجلتك لي عم يجر حاله أنت لو تكون مكتئب بتجر حالك على كل شي على الأكل بتجر حالك على وظيفتك بتجر حالك على دراستك بتجر حالك أنت بتصير فعلا مثل لي ماسك حاله ويلا عم يجرجر فيه هيك بتصير فحتى أعداتك لأنه ممكن هلأ الناس اللي عم تسمع تقول بس وللقعدة مع الرفقات بترد الروح بترد الروح لغير المكتئب لكن المكتئب بتكون أحان عبقة علي صدقني أنا أحيانا قاعتي مع رفقاتي بتكون عبق ما بصدق أمتى بحبهم بحبهم كتير وكتير بحب أعود معون بس وقت بكون بيكتئابي ما بقدر أعود ما بقدر أسمع حديثهم بصير ما بصدق أمتى تنحل القعدة حتى أرجع لحالي ورجع على قوقعتي بدي أرجع على تختي أكمل حالي بالحلام ونعم خلص ما عدا يفكر بشي هيك المكتئب بتعامل حتى مع اللحظات الفرحة بحياته لأنه هو مريض ببساطة من فترة قريبة قريت دراسة بريطانية إذا لقيت الرابط تبعها بحطه كمان بالوصف بتقول أنه الشخص اللي تعرض بحياته لمرة للاكتئاب فهو قابل جدا أنه يرجع يكتئب مرة تانية وتالتة ورابعة وخامسة بحياته شو بتقولي للأشخاص اللي بيقولوا هذا عمل بإيده روح غسل وشك صلي ركعتين أو طلع عمال شوية تأمل أو عمال أي شيء أو اسمع لشخص بحفزك وبترجع بترجع مثل العالم شو هذا العلاق تبع الاكتئاب انت شو لحتى عم تتحكي لي مكتئب شو في الناس شو عم يصير فيها هلا انت ذكرت شغلة تصلي ركعتين دينيا تمام أنت أكد على دينيا لأنه هذا الشيء كثير سمعته أنا أنا شخصيا على حالي في كثير من المشايخ بيقولك المؤمن لا يكتئب تمام هاي الجملة غير واقعية ليش لأن المؤمن إنسان بالنهاية والإنسان نرجع منقول هو جسد وروح متل ما الجسد بيمرض الروح بتمرض الإيمان بيحميك بيقيك بيعملك نوع من الوقاية كيف انك انت ترجع لو وصلتك أسرع انك انت ترجع تتعافى أسرع تمام التواصل مع الرب العالمين وسماع القرآن بيعطيك روحانية فعلا ما بنكره أبدا وبالعكس أنا شخصيا كثير بتساعدني أنا كعائشة وتكون مكتئبة أنا كثير بتساعدني لكن مو معناها أنه أنت مكتئب معناها أنت ما فيك دين انت روح قوي إيمانك إيمانك ضعيف مو صحيح هذا أبدا أنا شخص مريض شو يعني هلأ مثلا اللي راح مثلا عم يجعوا بطنه أو اللي ساير مثلا معه التهاب هذا شخص إيمانه ضعيف يعني ولا شو للفكرة الإيمان موجود لكن الحياة صعبة والحياة شاقة وفيها ونحن بشر عنا طاقة فيها طلعات ونزلات رح يجيني صدمة معينة أنا حكون أنا مناعتي ما حتقدر تستقبلها حتمرد وين الغلط أني أنا روح فعلا أخذ هذا الشيء على محمل الجد وروح أعالجه أو روح فعلا لعن الطبيب وقعد أحكي معه هذا مو معناها أنا قلة إيمان أنت ما فيك تحكم على إيماني لأنني أنا والله أنا مكتئبة الإيمان بيحميك أنك أنت لا سمح الله توصل لدرجة الانتحار لأنه الاكتئاب يؤدي إلى الانتحار بكتير من الحالات إذا تفاقم جدا وقلت لك الإنسان المكتئب بيفقد إيمته بيفقد حتى إيمة الأشياء وبيصير بيحس الدنيا كلها لون واحد أو أسود أو أبيض فهي الحالة بتوصل لأنه أنا ليش بيضل عايش يلا أنت يروح موت تمام مع أنه هذا الشيء حتى بيخالف الفطرة البشرية أو العقل البشري الطبيعي لأنه الإنسان روحه كتير غالية عليه في حلاوة روح عنده فلما المكتئب يوصل لهذه المرحلة معناها عرف أنه هذا خلص هذا عن جد مريد عن جد فيه تدخل لازم يصير فيه تدخل طبي لازم يصير فيه جلسات معينة لازم يخضع له يعني الاكتئاب اللي بتحاول وصله أنه هو عن جد مرض مرض موجود مرض لازم نتعامل معه ما فيه نتغافل عنه نبيتفاقم المؤمن ما بيوصل للانتحار الحمد لله هذا الشيء أنا اكتئبت وقيت لك أنا فتت بي كتير يعني أنا اكتئبت ممكن شي ثلاث مرات كبار بحياتي من الطفولة لبعض المراهقة لوقت حتى قلت لك يعني حتى هلأ الفترة أنا عم بمرق فيها أنا كإنسان مؤمن أنا ما فكر بانتحار أبدا أنا عندي إيمان أنه حتى الاكتئاب اللي أنا فيه هو ابتلاء من رب العالمين أنا بدي أصبر عليه هذا إيمان هذا إذا أنا بيجي بقلك أنا مكتئبة لكن رب العالمين بلعني بهذا الشيء حاليا بهالمراض أنا بدي أصبر عليه بدي أعالجه كشخص واعي وناضج هون بقلك ساعتها فعلا يمكن أنا هالركعتين اللي حصليون يريحون يمكن ما يريحون تمام الفكرة اللي بدي أصبر لك ياها أنه الناس اللي بتقلك لو روح توضى روح غسل وشك شوف العالم شو عم تصير فيها هذا شيء بتقله للشخص هلأ دعي شوي وصار موقف وعصبه بس مو شخص ما بتقوله أبدا للشخص هو عم ينام وفي يوميا بروتين معين من المرض هو عم ينام وفيه مثل ما هو وصدقين المكتئب بيكون عم يصارع يعني هو مو عاجبه الوضع اللي هو فيه يعني مين بصراحة مين بيعجبه انه هو يصف سيارته على جنب والسارات كلها ماشية بطريق لقدام مين بيعجبه هالشي مين بيعجبه يشوف كل العالم عم تمشي ومقصوطة ورايحة وهو واقف بسيارته المعطلة على جنب وما لو قدران يتقدم هذا الوضع ما بيعجب حدا صراحة لكن امتى ممكن يصير فيه ادمان على هالحالة لما بيصير فيه مساعدة لقل يعني المكتب اذا ما بيتلقى المساعدة بيدمن على اكتئابه يعني بيصير ما بيريحه ابدا اي شي غير انه فعلا يوقف سيارته على جنب بس فهذا اللي عم حاول اوصل لك هي حالة فيها مراحل انت شوف بانو مرحلة في مراحل خلص لازم الدكتور هو يدخل لازم يصير فعلا فيه علاج لازم فعلا فيه جلسات معينة الدكتور بيحدد لك حسب حالتك والبيئة تبعك بده يصير عنده مثل زمور خطر انه هذا الزلمة عم يعاني من اكتئاب هذا الزلمة ما فينا نحاكي على انه هو شخص طبيعي هذا الزلمة عنده حالة خاصة سيارته معطلة ببساطة سيارته معطلة لازم يرجع يسترد او يتصلح هالعطل حتى يرجع يمشي العطل هاد ما رح ينحل لا بي انه يروح ولا يغسل وشه او يروح يتطلع والله انت سعارتك معطلة وقفة على الأوتوبان شوف السيارات التانية كيف معطلة وقفة على الأوتوبان طيب النتيجة النتيجة نتيجة يرجع امشي بالتيارة هاي الفكرة فهاي الفجوة بصراحة الموجودة واللي انا نفسي عفكة بعاني منه نفسي بعاني منه عائشة حابب ارجع معك بالزمن الورا ونسافر بقالة الزمن لعائشة البنت الصغيرة اللي كانت كلما تصير الساعة ستة وتعتم العين تصير الدنيا الظلام تبكي تخيلي معي انك انتي رجعت لألها وهلا انت واقفة قدامها شو الدليلها صراحة ما فيني إلا شي تصيب هذا الوضع اللي أنا فيه بس كنت بوقتها خاف كان أنا بتذكر شو كانت أفكاري كنت خاف من الفقد كان الليل عندي له معنى الفقد ماما كانت تجي أغلب أعراض و أغلب أوجاعة بالليل فأنا كان عندي فكرة أنه أنا نزب دي نوم بحفيق ما رح لقي ماما أنه وقت عم يجي الليل يعني أنا كان عندي الضو نوع من أنواع الأمان أنه نهلق ماما ما تتوجع ماما هلق معي ماما هلق منيحة عم يجي الليل أنا هون بحالة الخطر دي أرجع أستنى للنهار الثاني فهذا الليل أنا أضيبك مثل تماما اللي عم يفقد يعني يعني يبكي كأنه في حدا ميت عرفتش لون يعني يبكي بطريقة غير طبيعية وإن نفسي ما أعرف عبر عنها ما عرف إلا لماما هذول الكلمتين أنا قلتلك ياهون أنا ما عرف ياهون لماما كنت صغيرة ماما لحالة اكتشفت أنه أنا فعلا عم خاف من الفقد أنا عم خاف من الغياب عرفتش لون بما أن الظلام هو حالة سلبية عند الطفل إجمالا تعرف الأطفال بتخاف من الليل وما بتحب الليل لأنه تنام بكير وما بتحب الليل لأنه ما في شي بيعني بالليل فهذا كله اجتمع عندي صار عندي لحالة تظهر بالليل بهالفترة هي اللي بيكره هو أساسا لأطفال فاللي صار أنه سبحان الله يعني المكتوب ما منه مهروب ماما راحت الله يرحم بس بهديك الفترة يعني عنجد كانت فترة كتير صعبة ولولا عنجد وجود ماما ولولا عنجد أنه ماما احتويت هذا الشي وتعاملت معه بجدية هي وبابا وما فعلا ما سموه مثل السخافة أو الدلال أو تمثيل أنا ممكن كتير كانت تفاقم حالتي يعني صراحة ما كنت أبدا قدرت يعني أتجاوز اللي أنا كنت في عائشة فيش كنت تحابة تقول لي لأمك وما قدرت تقول لي ليا حلا أنا دائما كنت كتاب مفتوح قدام ماما يعني عامر كتير وإنا هلا الاكتئاب اللي أنا فيه لأنه أنا فترة سيئة وماما موجودة معي وأنا عن جد بحاجته فأكتر شي بدي إلا يعني أو بحلم إلا أنه صار لـ 11 سنة هي متوفية بس والله يا عامر أنه أنا يوميا بحس كأنه ماما هلا ماتيت 11 سنة ما برد الشعور الله كانت تقول لي ماما بكرة بتمدي وبتعيشي وكانت هي عفراش الموت يعني بس لا لا قدرت أمضى وأنا عميش صح لأنه قدر الحمد لله أنا رضياني فيه ما بعطرد عرق على قدر رب العالمين وماما ربتني على هذا الشي إنه عدم الاعتراض أنا ما لي معطرده لكن أنا جد حزنة وهذا الحزن عايش جواتي بحاول أني ما طلعوا إبدا بس بيضل بيني وبين حالي ماما مو شخص بينتسف بالنسبة لإلي مو شخص بينتسف ولحد الآن تمرق مواقف بحسها معي بحسها هي اللي عم تتصرف مو عايشة بحس بحاجته 11 سنة والله كأنه ساعة عن جد كأنه ساعة وعم يقل له يعني عم تقلها الساعة يعني أنا أنا هلأ لحيصر لي يعني بعد ثلاث سنين بصير أنا عايشة بدون ماما قد ما عشت مع ماما بعد ثلاث سنين كانت مثل الحلم هال الاربطعشر سنة اللي عشتون معه عن جد مثل الحلم ما شبعت منه ما شبعت من من حنيتها من إيجابيتها من عطاقة شخص عن جد يعني هي للغريب كانت مميزة فكيف لقلي أنا فصراحة تجاوز هي يعني هذا بلاء رب العالمين يعني استثناني فيه أنه عن جد يورجيني إياها ويعيشني معه يعيشني مع هذا الإنسان وهي أمي وأنا بنت وحيدة يعني كان كل الحنان والاهتمام مصبوبين فيني هذا كمان زاد الطين بل صراحة يعني هذا الشي خلى ماما صورتها إلي لحالي هي أمي إلي لحالي ما عندي حتى أخي يشاركني أو أخت تشاركني هالوجع عرفتشلون فالوجع كله إجا علي وماما توفت بعمر صغير يعني ماما ماتت عمري 45 سنة ما كانت كبيرة ما شبعت منه صراحة وليلي بدي إلا يا لحد يعني لأنني عن جد هلأ بتمنى أنه إذا أجت وقدرت شوفها وقدرتني إلا كلمة واحدة أنت شخص يعني أنت شخص عايج جواتي ما بيتكرر مستحيل يتكرر وأنا عن جد بدعي ربي ما بديع حالي بالموت أنا مو شخص أبدا سوداوي درجة تقديع حالي بالموت أو كذا لكن دائما بطلب بيوقت بكون كتير مدعي أنه يا رب لملي شملي مع أمي بس ما بدي شي تاني هيك بقوله حالة من كتنا ما بكون عجد مضغوطة نفسيا بعرف الشي مو صح أني قوله ويمكن يكون سوداوي ويمكن يكون طلب الموت شي مو منيح لكن أحيان عن جد مكتر ما بكون بحالة سيئة بكون بلالة عن جد سيئة وليارب ما بدي شي بس لملي شملي مع أمي لأنه بحس أنه هذا الدوة تبعي بس ما عد بقيلي دوة تاني بس هيك واللي عن جد عنده أم منيحة رجاء استغلوا كل لحظة بحياته لا تبعدوا عنه لا تجافوا الأم شغلة عظيمة الأم عن جد شغلة عظيمة خصوصا إذا كانت أساسا إنسان منيح أنا فتحت لك جروحاتك يمكن بحكياتي ما في مشكلة ما يعني خاصة الكلمات الأخيرة اللي يلتين عن الأم بقدر أفهم كتير منيح لأنه أنا كمان فقدت أمي بعمرة صغيرة كمان هي كان أمرة خمسة شكرا فبتفهمك كتير منيح عائشة أنت من بعدها بعد ما كان عملك 14 السنة وفقتي أمك عاشتي مع أبوكي أربع سنين تانيات ومن بعدها سافرتي وتركتي أبوكي وبعد سنتين تانيات كمان أبوكي مات أبوكي لو لو بالنسبة لي تفتح عمل الشيطان ما بقوله أبقول أنه الحمد لله اللي صار هيت لأنه أنا ما كتبتحمة لكون جنب بابا ومحتكة فيها الأد ويموت يعني رب العالمين صح بيبلينا بس بيعيننا وأنا كعائشة رب العالمين بعدني عن بابا سنة ونص قبل وفاته بهالسنة ونص هدول صراحة أنا تعلقت ببابا أكتر زادت علاقتي فيه صح هو صار بعيد وهيك بس أنا هو صار شاف بنتي الناضجة عائشة نضجت تزوجت صارت بفقتي بيحكي معه التريفون بشكيله ببكيله بعمله صار فيه علاقة خاصة بيني وبينه بعيدا عن علاقة الأبوة صار فيه علاقة صداقة بيننا حتى يعني فترة المراهقة الواحد دائما بيضل على حروب مع أهله بفترة المراهقة بعد فترة المراهقة وفترة النضوج شوي بيرجع إذا الأهل فعلا مناحوا مريحين وبيحبوا يعني البيئة سليمة تلاقي بيرجع لعند أهله كصديق بيصير صديق يعني فيه مرحلة صداقة بعدين مع الأهل فأنا هاي المرحلة عشتها مع أمي من الطفولة أنا أمي من الطفولة أمي كأنه بتحس أنه هي كأنها حاسة أنه هي رح تروح فعيشتني الحالة قبل حبت تعيشها معي قبل فكنت حتى أنا وصغيرة تعاملني مثل كأني صبية كبيرة وكأني رفيقتها ونروح نشرب قهوة مع بعض وهيك يعني فكأنها حاولت يتسرع المراحل تتعيش كل المراحل معي قبل ما تروح بابا اللي صار فيه أنه أنا بعدت عنه وبيفترت قبل الزواجي أنا وياك كثير كنا على خلاف كثير اختلفنا بكثير شغلات طبعا ما كرهنا بعض وما كان كانت خلافات وجهات نظر وبابا كان بابا شخص كثير بيحبي يفوت معي بنقاشات هو أساسا محامي فأنا كنت قل له أنت مالك قدران تشتغل محامي عن الناس جاي تتمارس المهنة علي فهو كان يضحك على يرحمه ففعلا كان يعني بالعكس يشوف أنه في شي أنا وعائشة ما نتفق عليه أنا بدي زيد حدة النقاش بدي ناقش أكتر عرفتشلون بدي سير دائما انكو شسيري لما بعدت أنا عنه سنة ونص عدت بألمانيا في الفترة الأخيرة بعد ما راح بيتنا راح بيتنا بالقصف وبابا نزح الشام على قلب الشام نحن من عين الفيجا بهي الفترة بابا صار ضعيف جدا صار مثل ولد الصير صار كل يوم كل يوم يحاكيني ويبكي وبابا كثير شخص عاطفية شخص دمعته كثير قريبة بيحكي كلمتين عاطفية فورا بيروح بالبكا ما بتعرف حتى ليش بلش بكا يعني من كتر ما له شخص ضمعته كثير سخية بيهاي الفترة انا عشت عشت حالة جديدة مثل انا الابو لبابا انا الاب مو هو ستحسوا مسؤوليتي تركت كل شي كنت متزوجة وهيك حتى بديك الفترة يعني زوجي سابقا شافت انا اهملت كل شي بحياتي وصرت ملتفتة بس لبابا كيف بدي رايحه كيف بدي ابعت له مصاري كيف بدي حسن كيف ما بدي اسمه عميبكي فحتى مشيت بوراق اني انا بدي جيبه لهون وصرت انا وبابا نتخيل انه هو هون انصت نتخيل انه هو بابا بكرا بس يجي باختك لهون وبكرا بتشوف انا كيف بشتري الشغلة الفلانية بكرا مطلع معك بالباص وستت تخيل معي بكل شي درجة انصرت الموضوع قريب بانه باقي بس بابا يطلع بهالطيار ويجي لعندي بابا توفى فجأة يعني بابا اجت جلطة بالليل ومات فجأة طريقة الموت ما كانت سهلة ابدا لانه انا ماما متحضرة لموتها 8 سنين انا 8 سنين في عندي فكرة انا ماما انا بجوز فيق نعم فيق ملائي ماما لكن بابا بابا اللي صحت عليه واللي بابا بيعطي كتير اقل من سنه لانه كمان محافظ على حاله وعلى كذا هيك نعم انا نمت على كلمة ماشي بابا يلا بكرا منكمل حديثنا تسلم لي عينك هيك كانت اخر جملة بابا بيكتب لي اياها وانا نعم فيق ما في 3 ساعات تفصل تقريبا 4 ساعات تفصل عن هالرسالة نعم فيق هذا الشخص راح مات هون هي الصدمة اجت بس تيش بقلك ما حقلك لو لانه الحمد لله اني ما كنت معه عن جد الحمد لله انه بابا توفى وانا بعيدة عنه ما كنت حتحمد صراحة يعني كان انهياري ضعف هيكون او بيجوز عن جد انهار بطريقة سيئة بيجوز حتى صحتي تنهار ما كنت ابدا محتملة الفراء بهال رغم انه فراء اسي هالقصة اللي قلت اكيد اسي بس اهون بكتير من اني لو كنت جنبه صراحة فالحمد الله عن جد الحمد الله يعني تخيل اكتر من هيك صراحة ما كنت انا انا اساسا نفسي ما كنت متوقع انك تصارحيني لهالدرجة يعني وتحكيلي عن مشاعرك كيف حسيتي وعم تحسي ف يعني انا جد حاب بتشكرك من كده قلبي وحاب اتمنى كمان انه بهدفي من هاي الحلقة انه الناس تتوعى شوي لهذا الموضوع خاصة من شخص عم يحكي عن حالته نفسها وهو كيف عايش وعم يحكي بمطلق التجرد وبدون اي تصنع وب هاد الحديث صعب يكون له نهاية لانه في كتير شغلات وفي كتير قصص وممكن الواحد يحكيها ولكن لضيء الوقت سؤالي الاخير لالك عايشة اذا انا اعطيتك الموبايل السحري وبالعادة انا بقول بعطيك الموبايل السحري اللي تبعطي رسالة لكل شخص موجود على هاي الكورلة الارضية بغض النظر عن دينه عن لغته عن عرقه عن عن اي شي هلح توصل له هاي الرسالة فانا اللي بدي اعرفه منك اذا بديك توجهي رسالتين هالمرة لالك لح يكون في رسالتين ورسالة واحدة رسالة للاشخاص المكتئبين ورسالة للاشخاص اللي ما عاشوا الاكتئاب وما بيفهموا شو هن شو هو الاكتئاب شو هيكون هدون الرسالتين هلا كنت يقول لتكون هالحلقة عن جد مفيدة لازم عن جد بعيدا عن المشاعر احكي عن جد شي واقعي الطبيب النفسي كتير بيساعد اذا انت شخص عم تعاني الاكتئاب او حاس حالك فايت بمرحلة الاكتئاب عانيت من العوارض اللي انا التبق بالحلقة فرجاء لا تخبر حتى حدا ولا تعمل استفتاء روح عن طبيب نفسي واذا الطبيب النفسي رحت لعنده ما رتحت له فما تعمم هالتجربة على كل الاطباق النفسي روح تدور عن طبيب تاني الطبيب النفسي من اول طبيب تروح عليه جرب لحد ما ترتاح عن جد مع طبيب عود معه كون صريح قدامه يعني لا تخبي عن طبيبك اي شي طبيبك اساسا هو صاحب المهنة واساسا هو محلف وموقع وعامل وآية محاطط انه ما يحكي اي شي برا الجلسة فما تخاف وهذا الشي بيعطيك شعور حلو انك انت تحكي همت لشخص ما بيعنيك شخص ما يتأثر فيك ما هتحس بتانيب الضمير اتجاه هاي الفكرة كتير مريحة للمكتئب لانه بيكون بحاجته تمام احيان حتى انه يبكي قدام شخص ما يعيره او يعيب عليه او غيره تمام او يحكم عليه فرجاء رسالتي لأي شخص مكتئب اول شي الارادة فيه ارادة داخلية عندك تدور عليها موجودة ارادة انك انت تطلع من هاي الحالة تمام ما عم تقدر تلاقي هالارادة ما عم تدر تدعم روح عن طبيب انتو اما كاشخاص ببيئة عندكم شخص مكتئب رجاء لا تتعاملوا معه على انه شخص عم يبالغ هو عن جد عم يعاني هو عن جد مريض فحاولوا تأمنوا له البيئة انه هو يروح عن جد يلاقي علاجه فيه وللناس اللي ما جربت الاكتئاب بحياته مثل اي ناس سمعت عن مرض وما جربته ما يعني ما شافت اعراضه ما عانت منه فانتو بعد وقد ما فيكن عن الحكم عن هدول الاشخاص لا تحكموا عليهم لانتو ما بتعرفوه شو عم يصير معه كيف عم يعاني ولا عم تعرفوه شو عم يحس ولا بشو عم يمر ولا كيف عم تكون افكاره وبس والحمد لله يعني انه كمان في علاج في طريق وبس عائشة مزاحم بتمنى لك كل القوة كل الطاقة والارادة والاجابية كرمال تخرج من الحال اللي انتي عايش فيها بالوقت اللي انتي بتشوفيه مناسب والطريقة اللي بتشوفيه انتي مناسبة انا بدعمك وبتمنى لك كل التوفيق والخير وبتشكرك من كل قلبي على صراحتك وعلى رياحيتك بالكلام شكرا كتير لك وبتمنى تظل لك بخير تسلام يا عامر انا كمان كتير بتشكرك على الحلقة اللطيفة ان شاء الله ياربك تكون عن جد مفيدة ما كون بالغت بالشي بتمنى انه تكون الحلقة خلتكن تفكروا شوي بهذا النوضوع للناس اللي بيقولوا انه الاكتئاب هو شيء غير موجود ولقلكم انتو اللي ممكن عم تعانوا من الاكتئاب انه يمكن تكونوا لقيتوا شيء يقدر يساعدكن الكلام اللي قادتوا عايشا بتمنى نظلكم بخير شوفكم مرات الجاية وهلا بالكون سلام كان معكم عامر في عربي ألماني استنونا بالحلقات الجاية ترجمة نانسي قنقر